التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السبعة بتوقيت جرينتش مجازو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام الدولة الكبير بالصناعة ودعمها وتسهيل كل المعاوقات التي تواجهها وخلال افتتاح عدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار أكد رئيس السيسي جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعاوق الاستثمار والتصدي لها موضحا استعداد الحكومة لتشجيع رجال الأعمال للتوسع في إقامة المدارس المهنية وتخرج عمالة ماهرة ومدربة تكون لديها فرص عمل حقيقية ونوها رئيس السيسي بدور مراكز البحوث والتطوير لإيجاد حلول للمشكلات التي تحتاج إلى تطوير وأشار رئيس السيسي إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي سينتلق الشهر المقبل يمثل فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال لعرض الصعوبات التي تواجههم وأكد رئيس السيسي أن عرض مشاكل المستثمرين يأتي بهدف إزالة جميع معاوقات الاستثمار كما أكد رئيس السيسي أن حجم مساهمة القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني لا تقل عن 75% مشيرا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات استنكر رئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي مجددا لاستفتاءات التي أجريت في شرق البلاد للموافقة على مقترحات الانضمام إلى روسيا ووصف زيلنسكي تلك الإجراءات بأنها غير مشروعة وفي خطابه اليومي قال الرئيس الأوكراني أن بلاده ستدافع عن شعبها في المناطق التي أجريت فيها روسيا العمليات للاستفتاء مشيرا إلى أن أخبار جيدة ستعلن قريبا من الجبهة دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل أعلنت السلطات في منطقة دوناتسك في شرق أوكرانيا فوز مؤيد الانضمام لروسيا في الاستفتاء الذي نظمته واعتبرته كييف وحلفائها الغربيون زائفا وقالت مفوضية الانتخابات المركزية في منطقة دوناتسك إن أكثر من 79% من من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء صوتوا بنعم وذلك بعد فرز 100% من الأصوات قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تجهز حزمة أسلحة جديدة قيمتها مليار ومئة مليون دولار لأوكرانيا وسيعلن عنها قريبا وتعد الحزمة هي الأحدث في دفعة الأسلحة التي تقدمها واشنطن لكييف بينما تقاتل القوات الروسية في شرق أوكرانيا وفي ذات الإطار أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لن تبدأ في تسليم منظومة الدفاع الجوي المتطورة لأوكرانيا إلا قبل شهرين آخرين اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فوندرلاين أن عمليات تسريب الغازة التي رصدت في خطي أنابيب نوردستريم هي نتيجة فعل تخريبي وحضرت المسؤولة الأوروبية من أن أي تعطيل متعمد للمنية التحتية للطاقة في أوروبا هو غير مقبول وسيؤدي إلى أقوى رد ممكن أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن المملكة تحققت ارتفاعا في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15% وخلال لقائه وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبد العزيز أعرب ولي العهد عن أمله في أن يصل الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية إلى 50% ورياضيا حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم انتصارا جيدا على نظيره الليبري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد الإسكندرية في إطار الاستعدادات لاستئناف مشوار المنتخب في تصفية مؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كان المنتخب الوطني قد فاز كذلك على نايجر بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت الجمعة الماضي خلال الأجندة الدولية الحالية تأهل منتخب إسبانيا إلى الدولي نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد فوزه الثمين على منتخب البرتغال بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم في مدينة براغا البرتغالية في إطار الجولة الأخيرة والحاسمة للمجموعة التانية للمسابقة القرية الفوز رفع رصيد منتخب إسبانيا إلى 11 نقطة ليتصدر ترتيب المجموعة التانية للبطولة الأوروبية وبفارق نقطة واحدة عن منتخب البرتغال نهاية مجاز التاسعة عودة لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل